شكرا لك أحمد التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينيتش مجزي الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح سيسي أهمية عدم انسياق وراء التشكيك المتعمد والأراء المغرضة من بعض الأطراف التي تسعى إلى تسفيه الجهود الضخمة المبذولة من الدولة التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين تخفيف أثار التلوث من المركبات وتيسير الحركة المرورية بشكل سلسة جاء ذلك خلال تفقد الرئيس السيسي الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاول بالقاهرة الكبرى وصرح المتحدث مثل رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي قام بالاتمئنان من العاملين في المواقع المختلفة على سير العمل وكذر استماعي لأرائهم قدم الرئيس عبدالفتاح السيسي خالص تقدير واحترام الفلاح ومزارع مصر في كل ربوع الوطن في يوم عيدهم الذي استعادوا فيه كرامتهم وعزتهم وقال الرئيس السيسي أن الفلاح المصري ظل على مر الزمان يبدل الجهد والعرق وبأعلى صفات التفاني والإخلاص لتحقيق الأمن الغذائي للدولة وأضف رئيس السيسي أن توجيهاته المستديمة للحكومة ستظل ببدل كل الجهود الممكنة لدعم الفلاح وتوفير سبل الحياة الكريمة له ولأسرته وارتقاء بحياتهم المعيشية وتعزيز دخلهم وزيادة أرباحهم وتقديم حوافز مالية إضافية للتوريد إنتاجهم من المخاصيل يعلن قصر بيكنجهام اليوم تشارلز الثالث ملكاً رسمياً للمملكة المتحدة ويجتمع مجلس الخلافة اليومي في قصر سانت جيمس على أن يطل الإعلان بعد ساعة من ذلك من شرفة القصر ومن ثم في كل مقاطعات المملكة المتحدة كان الملك تشارلز الثالث ألقى خطابه الأول بصفاته ملكاً حيث تعهد بخدمة البريطانيين طوال حياته مستعيداً الالتزام الذي قطعته والدته على نفسها في عيد ميلادها الحادي والعشرين أقد وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين اجتماعاً افتراضياً مع كل من وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا ووزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك ووزير الخارجية البريطانية جامس كليفور لي وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيت برايس أن بلينكين أطلع خلال الاجتماع المنعقد أثناء وجوده في بروكسل نظرائه على زيارته لأوكرانيا بما في ذلك منقشته مع الرئيس الأوكراني بلادومير زيلانيسكي ووزير الخارجية ديمترو كوليبا ومن جانبهم أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تقديم المزيد من المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا وأعدوا التأكيد على التزامهم القوي بدعم سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها سجلت الصين 1380 حالة إصابة بفيروس كورونا منها 290 إصابة مصحوبة بأعراض و1090 بلا أعراض وقالت لجنة الصحة الوطنية إنه لم يتم تسجيل أي وفيات جديدة ليظل الوفيات عند 5226 وأشارت بيانات السلطات المحلية إلى تسجيل العاصمة بكين 16 إصابة جديدة مصحوبة بأعراض وعدم تسجيل أي حالات بدون أعراض ورياضيا توجى فريق الهلال السعودي بكأس سوبرلوسيل بعد فوزه على الزمالك بالضربات الترجيح بنتيجة 4-1 انتهى الوقت الأصلي للقاء بالتعادل بين الفريقين بهدف واحد لكل منهما حيث تقدم الهلال السعودي بهدف في الدقيقة الثمانية عشر عبر لعبه النيجري أوديون إيجالو ثم نجح الزمالك في التعادل بهدف في الدقيقة الثالثة والثلاثين سجله نجمه أحمد سيد زيزو لتتجه المباراة إلى ضربات الترجيح مباشرة حصد منتخب مصر لكاراتي 19 ميداليا من بينها خمس ذهبيات وست فضيات وثماني برونزيات في منافسات اليوم الأول لبطولة شمال إفريقيا للكاراتي التي تصطدفها تونس لمدة ثلاثة أيام بمشاركة خمس دول هي مصر وتونس والجزائر وليبيا وموريتانيا ويشارك في بطولة شمال إفريقيا للكاراتي 323 لاعبا ولاعبا من بينهم 77 لاعبا ولاعبا من مصر و117 من تونس و78 من الجزائر و49 من ليبيا ولاعبا من موريتانيا ختام موجز التاسعة فاصل ونوض لحظاتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر